الوضع في اليمن بالنسبة لي مقلق للغاية بهذه الكلمات سيغادر الأمين العام للأمم المتحدة منصبه في المبنى الزجاجي بزيارة هي الأخيرة إلى الكويت لمحاولة إيجاد ثغرة للضوء في جدار الأزمة اليمنية كم كبير من القلق بدى واضحا في كلمة الكوري العجوز بان كيمون وهو يتحدث أمام وفدي مشاورات الكويت فالرجل الأكثر قلقا في العالم يبدو قلقا بشكل غير مسبوق من النقص الحادي للمواد الغذائية والإنهيار الاقتصادي واستمرار الأعمال القتالية في البلاد بالرغم من سريان الهدنة بان كيمون تجشم عناء السفر إلى الكويت باحثا عن حل سبق وأنصيغت مفاتيحه في القرارات الأممية قبل أن تفقد تلك القرارات طريقها للتنفيذ يتحدث المسؤول الأممي بالكثير من المشاعر التي يعرف الجميع أنها لا تجدي في حل النزاعات ولا تعيد الحقوق المسلوبة وفي خضم ذلك لا ينسى التذكير بضرورة الالتزام بالعودة للمسار السياسي والعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي ساهم هو شخصيا في رعايته قبل أن يتم التلاعب بنتائجه والتنصل منها برعاية موفده السابق لليمن المغربي جمال بن عمر تستمر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالبحث عن حلول للأزمة اليمنية بشكل فوضوي فبعد أن وضعت خارطة طريق تمر عبر بوابة القرار الأممي الفين ومائتين وستة عشر ما لبثت أن انقلبت عليه وبدأت بالترويج لخارطة طريق جديدة تقدم بها المبعوث الجديد إسماعيل ولد الشيخ أحمد لا تبدو فرص نجاحها قائمة ما بين زيارة بنكيمون لصنعاء في نوفمبر 2012 مع أعضاء مجلس الأمن وزيارته للكويت اليوم للقاء لأطراف السياسية اليمنية هناك تغيرت الكثير من الأحداث على الأرض وسجلت الأمم المتحدة عبر مبعوثيها واحدة من أكثر حالات الفشل في مهامها الدبلوماسية حيث تم شرعنة انقلاب وانهيار دولة كان بإمكانها الإفلات من عنق الزجاجة لو وجدت رعاية أممية حقيقية وموقفا دوليا واضحا